عايز أسأل حريك عن الموضوع اللي حريك لسه متكلمة عنه واللي ده تم تقديمه من وجهة النظر المصرية الفساد وربطه بالتعافي من الجائحة هل في مؤشرات عند حضراتكم هل في مؤشرات في الأمم المتحدة بتقول أنه الفساد زاد في القطاع الصحي فعلا على مستوى العالم كله هل عندنا مؤشرات تربط ما بين الفساد والكوفيد أو كورونا أي فندم احنا نشرنا مجموعة أوراق عمل في المؤتمر وقبلها على مدى العمل الماضي أوراق العمل وأوراق السياسات كانت بتحذر الدول أنه أي توقيت بتقوم فيه الدول بضخ استثمارات كبيرة في قطاعات معينة بتصبح هذه الاستثمارات الضخمة اللي بيتم دخاها تحت ضغط السرعة وظروف الجائحة والرغبة في الحصول على الخدمات والسلع والأجهزة أنه ممكن تكون معرضة للفساد بمعنى أنه مثلا في قضية التطعيمات الدول كلها بتجري بتحاول تحصل على تطعيمات الدول كلها بتحط فلوس كتيرة في التطعيمات تجد على طول عصابات جريمة منظمة وشايفة في قسط يعني هذا التكالب على الحصول على التطعيم تجد هناك بعض من يحاول أن يستغل هذا التكالب وهذا الاحتياج والأموال اللي موجودة عشان يروج مثلا لتطعيم فاسد أو علشان يروج لتطعيم بشكل غير شرعي أو علشان يهرب تطعيمات وهكذا نفس القصة الأجهزة اللي الدول كانت محتجاها لمواجهة كوفيد لقينا أن بعض إصابات الجريمة المنظمة اللي متخصصة في الفساد في المجال ده ابتدت تروج من خلال الإنترنت لأجهزة ولمعدات ولأدوات غير سليمة وبالتالي مسألة المناقصات والمزايدات اللي بتتم في دول كثيرة بمبالغ كبيرة في وقت واحد وتحت ضغط يعني الوقت بتجد أن في دول يعني في دول في أمريكا اللاتينية وفي دول في أفريقيا وفي دول في أسيا محددة تم رصد محاولات لإفساد هذه الأنشطة وده بيحصل أيضا مثلا لما بتكون الدولة عايزة تضخ دعم مالي كبير لقطاع معين فلازم يكون في شفافية يكون في ميكانة يكون في إعلان للشروط والإجراءات يكون في رقابة على توزيع هذا الدعم النقدي وغيره ترجمة نانسي قنقر